وحول مشروع مثلث ماس بيرو أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني إنه تم الانتهاء من تعويض سكان المنطقة كافة وتسكينهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم أكد الشربيني أن هناك توجيهات مكثفة للتصويق لوحدات المشروع السكنية والإدارية برضو عندنا مشروع مثلث ماس بيرو ده طبعا أحد برضو المشروعات الهمة في إطار تطوير المناطق العشوائية والحقيقة المشروع طبعا بتنفس فيه دلوقتي عدد خمس أبراج ثلاث أبراج سكنية بإطلالة على نهر النيل وفيه اتنين برج فندقي وبرضو فيه تنوع في الأنشطة ما بين الإداري والتجاري والحقيقة احنا بحققين برضو نسبة إنجاز جيدة جدا ويبتدينا دلوقتي بتوجيهات مكثفة في التسويق لهذه الوحدات وده برضو بالنسبة لنا أحد أهم المشروعات مع طبعا الإسكان البديل اللي احنا تقريبا سكننا كل العمل اللي كانوا موجودين في المنطقة بعد ما تم تعودهم بالكامل